موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراحة إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير متسقة مع القانون الدولي أثار تساؤلات عدة حول دلالات هذا الإعلان الأمريكي واتداعياته وخطورته على الأرض أين الموقف العربي والإسلامي من هذا الإعلان وقبل كل ذلك ما هو الاستيطان وما طبيعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي في هذه الحلقة السيد محمود الشجراوي الباحث المختص في الشأن الفلسطيني السيد الشجراوي مرحبا بك معنا حياتكم رسول محمد حياتكم قبل أن نتحدث عن هذا الإعلان وعن دلالات الإعلان الأمريكي بأن واشنطن لم تعد تعتبر هذه المستوطنات في فلسطين غير متسقة مع القانون الدولي وتشرع هذه المستوطنات الصهيونية في البداية لو تعريف بالاستيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أنا شاكر ومقدر الاهتمام بهذه النقطة لأن فلسطين والقدس حقيقة تمر بمرحلة خطيرة جدا لم يسبق أبدا أنه مرت القدس والقضية الفلسطينية عموما بمثل هذه المرحلة التي نعيش بها الآن قرار مايك بنبيو حقيقة ليس مستهجنا لكنه جاء في توقيت شوي غريب يعني بداية الاستيطان فكرة الاستيطان هو فعل جعل يعني وطن لمن لا وطن له هذه فكرة الاستيطان يعني إجمالا إجمالا فكرة الاستيطان هي تصيير وطن لشخص أصلا ليس مواطن استيطان يعني زي ما تقول أنت تريد أن تجعل له وطنا نعطى أرض لغريب بالضبط فكرة الاستيطان هي أصلا تستدعي فكرة الاحتلال يعني من البداية مجرد ما نقول مستوطنات تعني وجود محتل على الأرض الآن شرعنت هذا الاحتلال أمر خطير لا يقل عن الاحتلال أصلا يعني كأن مايك بنبيو الآن أعطى وعد بالفور جديد للكيان الصهيوني لكنه وعد أمريكي وليس وعد بريطاني الفكرة أخي الكريم يعني يوجد في العالم كثير من الناشطين في أوروبا تحديدا وفي أمريكا لكن لا في أوروبا أكثر الذين يعارضون وجود المستوطنات في الضفة الغربية على اعتبار أن الضفة الغربية هي فلسطين ومعندهم مش مشكلة في الثمانية واربعين يعني وجود الاستيطان والاحتلال في الثمانية واربعين هذه ما يعتبروها إسرائيل لكن فكرة إثارة القرار هذا حقيقة يعطينا فرصة أصلا للتنبيه أن فكرة اعتبار هناك مستوطنات شرعية ومستوطنات غير شرعية الآن يريد مايك بنبيو أن يشرعنها يجعلها شرعية هذه الفكرة بحد ذاتها فكرة يعني أنا أقول أنها في أحسن ظروفها فكرة ساذجة يعني الأصل أنه لا يوجد مستوطنة شرعية ومستوطنة غير شرعية وجود المحتل على أرض فلسطين التاريخية كل أرض فلسطين بما فيها حتى لو أردنا أن أتخيل خريطة فلسطين التي رسمها سايكش بيكو هذه الخريطة الآن أصبح نعتبرها هي فلسطين وجود أي مستوطنة في أي منطقة من فلسطين هو أمر غير شرعي هو أمر غير طبيعي هو محتل هو غاصب هو سارق يعني الآن فكرة أنه يجي يقول والله إحنا هذه المستوطنات هذا أخي له بعد اقتصادي الآن سنتحدث عنه إن شاء الله له بعد اقتصادي في أوروبا أخي موجود لدينا منظمة البي دي اس منظمة البي دي اس هذه أزعجت لكيان الصهيوني وأزعجت كثير من بعض الأنظمة الأوروبية التي تريد أن تتعامل مع الكيان الصهيوني على استحياء ليش؟ لأن الكيان الصهيوني أخي يعطي ميزات للصهاينة الذين يفتحون مصانع في مستوطنات الضفة هذه الامتيازات امتيازات مالية يعني ليس عليهم ضرائب مثلا يعني تقننها واشنطن لأجل الاستفادة المادية هذا جزء كبير من الأمر هذا أخي هو لب المشكلة أصلا يعني هي عمليا الكيان الصهيوني ماذا ربيح بكلام بمبيو توقع يعني وليشي؟ لأنه أمر واقع الاستيطان أمر واقع الاستيطان أمر واقع وأمر يعني هو يعني أخي الكيان الصهيوني أصلا هو كيان غير شرعي يبحث عن شرعية لذلك تجد أنه كل خطوة يعملها يبحث عن شرعية حتى في اقتحام المقدسات ودخولهم من المقدسات يبحث عن شرعنا وقرارات وقوانين لأجل أن يجعل هذه الأمور المستهجنة عند كل أحرار العالم يجعلها شرعية مقبولة والأسف يعني بني جلدتنا العرب أصبح التطبيع اللي هو بين قسين جعل الأمر طبيعي وهو مش طبيعي طيب سنتحدث بالتحديد على لا ما هو المستوطنات بجرك طبيعي يعني الحديث عن المستوطنات يعني فكرة وجود المستوطنات هل هي أمر طبيعي أخي محمد هل وجود المستوطنات في أرض فلسطين أمر طبيعي أصبحنا الآن نعتبره شيء أمر واقع أمر طبيعي لكن هذا نتيجة التطبيع اللي جرى علينا حتى صرنا نتكلم عن المستوطنات كأنها هي فقط لفضة الغربية طيب المدن الفلسطينية التي استوطنها الصهاينة واليهود في الثمانية وأربعين 72% من أرض فلسطين 65% من أرض فلسطين اللي احتلت عام ثمانية وأربعين هذه كلها عبارة عن مستوطنة واحدة كلها عبارة عن مستوطنة واحدة وهي غير شرعية حتى لو اعترفت الدنيا بها هي مستوطنة غير شرعية الآن الحديث كله عن شرعنة المستوطنات الموجودة في أجزاء من الضفة وهذا ما خطورته الآن؟ هذه أخي خطورته باختصار هو إنهاء وقراءة الفاتحة على روح اتفاقية أوسلو تماما يعني إذا كان العالم أصبح يعتبر أرض هذه المستوطنات هي أرض إسرائيلية فهذا يعني حتى فكرة حل الدولتين الذي رضي به الرئيس المجرم الرئيس الفلسطيني المجرم محمود عباس في اتفاقية أوسلو التي هي نكبة على القضية الفلسطينية أكبر من نكبة الثمانية وأربعين أصبح حتى حلم حل الدولتين أصلا غير قابل للتفكر وغير قابل مش عملي يعني إطلاقا لكن لماذا تصف الرئيس الفلسطيني بالإجرام؟ هذا على الهامش على الهامش أخي لم تمنى القضية الفلسطينية عبر تاريخها طويل 70 سنة من الاحتلال بشيء مثل اتفاقية أوسلو ماذا أخذ الفلسطيني من اتفاقية أوسلو؟ هو مهندسها بعيدا عن الوفد الفلسطيني المفاوض في مدريد هو كان لحاله في أوسلو وقعد بفاوض ووقع هو الاتفاقية لوحده هو مهندس اتفاقية أوسلو وفرضه على ياسر عرفات الله يرحمه ليكون هو رئيس وزراء جاء فرضا من الاحتلال لازم يكون رئيس الوزراء محمود عباس ثم أصبح هو خليفة ترأس منظمة التحرير ورئيس السلطة ورئيس منظمة فتح كأنه لا يوجد في الفلسطينيين رجال إلا هذا الرجل أصبح هو متفرد الآن بكل السلطات علما أنه هو رئيس منتهي الصلاحية والفعالية ومنتهي أصلا فترة الرئاسة تبعه انتهت من 9 سنوات فأنا أقول أنه مجرم أخي لأننا في كل يوم نتجرع مرارة اتفاقية أوسلو كل يوم كل يوم وجود المستوطنات في الضفة أصلا هي نتيجة أوسلو قبوله بحل الدولتين وشطبه لحق العودة لأكثر من 8 مليون فلسطيني موجود في الخارج هذا يعني شرعنت وجود 8 مليون إسرائيلي ساكنين مكانهم الفكرة يصعب أخي أن تستبعد الاستيطان عن أي شيء في القضية الفلسطينية طيب حكي ذكرت أنه لها بعد اقتصادي نعم سيد شجراو يعني هل بمجرد هذا القرر هو شرعنا لما هو فات لما هو حدث بالفعل من المستوطنات أم أيضا يستدعي ذلك الاعتراف من أمريكا أنه مزيد من المستوطنات داخل الضفة الغربية ومزيد من التربح كما ذكرت أنه هناك بعد مالي في ذلك أخي البعد المالي خلينا نوضحه حتى المشاهد يفهمه تماما فضل أخي في داخل الكيان الصهيوني عنا منطقتين في منطقة المنطقة الفلسطينية التي احتلت عام 48 اللي الناس الآن كلها تدعوها إسرائيل وهذا طبعا نحن الفلسطينيين لا نعترف به نحن نعرف فلسطين واحدة لا تقبل القسمة لا عثنين ولا عثلاثة الآن أما الضفة الغربية فالعالم اللي هو يعني خلقا نقول عنه العالم المتحضر أوروبا وأمريكا كانت تعتبر أن الضفة الغربية هذه هي فلسطين واتفاقية أوسلو تقتضي بوجود دولة فلسطينية في حدود 67 هذا اللي قبل فيه الرئيس عرفات وهو أصلا فكرة أوسلو وجود دولتين دولة في الضفة ودولة اللي هي الثماني وعين كيان الصهيوني الآن أخي الكيان الصهيوني ما توقف عن الاستيطان في الضفة كويس الآن الكيان الصهيوني يحتل أكثر من ثلثي الضفة مستوطنات ثلثي الضفة يعني لم يبقى إلا 28% من أرض الضفة خالي من المستوطنات والباقي كله أخي استيطان الآن كلام مايك بنبيو يأتي في خطورة اعتبار هذه الأراضي كلها تمام مثلها مثل 48 أولا هذا أولا اثنين الآن البعد الاقتصادي اللي حضرتك يبدو أنك ركزت عليه شوية البعد الاقتصادي يأتي في أوروبا أخي ليس في أمريكا في أوروبا حركة البيدي أس أنا أدعو المشاهدين للقراءة عن هذه الحركة هذه الحركة أزعجت الاحتلال كثيرا جدا حتى أن ناشطيها ممنوعون من دخول الكيان الصهيوني رغم أن جوازاتهم تتيح لهم الدخول بدون تعشيرة يعني يحمل جوازات فرنسية بريطانية ألمانية نمساوية يدخل الكيان الصهيوني بدون تعشيرة لكن هؤلاء الناشطين عندهم قائمة سوداء بيعتبروها في داخل الكيان الصهيوني هؤلاء ممنوعون يدخلوا دولة الكيان الصهيوني لماذا؟ لأنهم يعني ينادون تخيل بس لا ينادون بمقاطعة كل البضائع الإسرائيلية لا ينادون بمقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات اللي في الضفة الغربية على اعتبار أن هذه المستوطنات مقامة على أرض غير شرعية على أرض مسروقة على أرض للفلسطينيين حرصا من بي دي اس على إبقاء فرصة لحل الدولتين ولوجود فلسطين بجوار إسرائيل طبعا هذا التعبير أنا أضعه بين مئة قوس لأن أنا لا أعترف أصلا بدولة الكيان الصهيوني وهذه الفكرة أصلا الصهاينا يقدمون كل التشجيع لأجل بناء المصانع والمنتجات في داخل هذه المستوطنات مساعدات حكومية إعفاء من الضرائب كل هذا لتشجيع الاستيطان في الضفة الآن الصهاينا يقبلون على هذا على بناء المستوطنات وعلى السكن في داخل الضفة الغربية وعلى عمل المصانع للأجل الإنتاج ليش؟ لأنه يعود عليهم بمرابح لأنه معفي من كل الضرائب معفي من كل الضرائب تماما والمنتجات كلها تباع وين؟ تباع عفوا في مناطق السلطة الفلسطينية يعني هم بتاجروا على سلطة الفلسطينية ويرسلوا هذه المنتجات إلى الخارج أيضا للتصدير ممنوع إدخالها الكيانة الصيونة فهي إما تباع للفلسطيني في الضفة الغربية وكون السلطة أصلا منبطحة تماما فهي لا تعارض ولا تمانع من إدخال هذه المنتجات إلى داخل الضفة الغربية أنا بتسأل ليش هذه المستوطنات لا تسمح بإدخال منتج عربي واحد إلى داخل هذه المستوطنات في الضفة الغربية غير مسموح بها غير مسموح في فيديو نشره أحد الناشطين لدخل ووضع علبة حليب في الثلاجة مكتوب عليها حليب باللغة العربية ففورا اجتمع الموظفين كأن جريمة كبيرة حصلت كيف يوجد في داخل سوبر ماركت هذه المستوطنة منتج عربي ممكن حتى المشاهدين يدخل إيتيوب ويكتب منتج عربي في مستوطنة إسرائيلية ويشوف في أكثر من فيديو حقيقة لأفلام شباب عملوها وصوروها انه شوف الصهاينة كيف يعني يستنفرون إذا وجدوا منتج عربي واحد في مستوطناتهم طب ماذا نعمل نحن وفي السلطة الفلسطينية أكثر المنتجات موجودة مش بس إسرائيلية جاي من 48 لا من المستوطنات اللي هي بين 100 قوس بين قوسين غير شرعية على الأرض اللي انت ما زل تعتبرها فلسطين وتباع في أرض فلسطين انتشرت بالأمس صورة بوسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الممثلات تدعم بي دي اس فتشرب كوكاكولا كأنها تشرب دماء الفلسطينية فهذه أيضا من مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الخاصة التي تنتج في داخل هذه المستوطنات ربما سنتحدث عن الموقف العربي أو الواجب ربما العربي الموقف العربي ربما معروف لكن أيضا نؤكد على الواجب العربي والواجب الإسلامي تجاه هذه القضية ولكن دعنا نتابع هذا التقرير معك سيد الشجراوي مشاهدين الكرام نتابع هذا التقرير حول الاستيطان الصهيوني داخل أراضي الفلسطينية المحتلة والذي دعمته واشنطن على لسان وزير خارجياتها مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بعد تصريحات وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الصهيونية مخالفة للقانون الدولي وهو موقف قوبل برفض دولي واسع الاتحاد الأوروبي سارع برفض الموقف الأمريكي الجديد وأصر على اعتبار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفا للقانون الدولي بينما فشل مجلس الأمن حتى في استصدار بيان صحفي للتنديد والاستنكار الأمر الذي استدعى عددا من الدول الأوروبية وعلى رأسهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى اصدار بيان مشترك أكدوا فيه أن موقفهم من سياسة الاستيطان الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير واعتبر البيان أن كل نشاط استيطاني هو غير شرعي بموجب القانون الدولي ووجهوا الدعوة للكائن الصهيوني لوقف كل الأنشطة الاستيطانية من جهته رحب رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بن يمين نتنياهو بالقرار الأمريكي وأضاف أن القرار صحح ظلما تاريخيا كان لا يعترف بالحق التاريخي لليهود في ملكية الأرض على حد تعبيره أما فلسطينيا قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن الإعلان الأمريكي الأخير هو ضرب لحل الدولتين واعتراف بالاحتلال كأمر واقع وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن تصريحات بومبيو هي استمرار للسياسة الأمريكية في دعم الاحتلال وتنفيذ بنود صفقة القرن كما أنها تشكل غطاء رسميا وشرعنة لانتهاكات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الموقف العربي جاء باهتا كالمعتاد فالجامعة العربية التي انتفضت عندما أعلنت تركيا عن عملية نبع السلام لم تحرك ساكنا تجاه الموقف الأمريكي حتى الآن فيما اكتفى وزير الخارجية الأردنية أيمان الصفدي بتغريدة على تويتر ذكر فيها أن بلاده تثمن تأكيد الدول المنتخبة في مجلس الأمن على أن لا شرعية للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية ورفضها خرق القانون الدولي ويذكر أن 600 ألف مستوطن يهودي يقيمون في 140 مستوطن بنيت منذ احتلال الكيان الصهيوني للضفة الغربية والقدس الشرقية وتعتبر هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ويواصل الاحتلال بناء مستوطنات جديدة وسط اتهامات لأمريكا بإعطاء الضوء الأخضر لهذا إذن نتبعنا وإياكم مشاهدين هذا الكلام هذا التقرير أعد لضيف سيد محمود الشجراء وإذن مرة أخرى المستوطنات الصهيونية وهذا القرار الأمريكي بشرعنة واعتبار هذه المستوطنات الصهيونية قانونية أي تأثير لهذا القرار على القضية الفلسطينية بحجمها الكبير بسم الله الرحمن الرحيم أخي الاستيطان يعني أمر لا يمكن فصله عن أي جزء من القضية الفلسطينية يعني هذا القرار يعني إضافة ما يقرب من نصف مساحة الضفة الغربية إلى كأنه احتل في عام الثمانية واربعين وواحدة من أخطر الأمور أن هذا يؤثر أيضا على القدس أخي يؤثر على القدس تحديدا القدس أخي حين احتلت كانت مساحتها ستة ونصف كيلومتر مربع القدس عام سبعة وستين كانت ستة ونصف كيلومتر فقط الآن تجاوزت مئة وثمانين كيلومتر مربع بدأ توسيع القدس بشرطين الشرط الأول أخذ أكبر قدر ممكن من الأراضي وضم أقل عدد ممكن من السكان العرب إلى داخل القدس فالذي يرى الجدار العنصري اللي يحيط بالقدس يرى كأنه أفعى تتلوى تخرج القرى الفلسطينية خارج إطار القدس الكبرى بهدف الوصول إلى وضع ديمغرافي مختلف هو يستقدم المستوطنين يعمل مستوطنات جديدة يخرج الوجود العربي فتصبح نسبة العرب في داخل القدس قليلة جدا هو يريدها 12% لا يريدها أن تكون زيادة عن 12% ولا بأي حال من الأحوال رغم كل التهجير هو الآن حين يختار قطعة أراضي كبيرة جدا ويقول هذه الأراضي ستكون أراضي مفتوحة بمعنى أنها ستكون حدائق طب هذه الأراضي فيها سكان عرب هذا الذي يسمعه المشاهد وهو لا يفهم ما معنى أنه الآن يوجد في داخل حدود القدس الكبرى 22 ألف بيت مقدسي مهدد بالهدم لأنه الصهاينة حين يختارون قطعة أرض يقولوا هذه الأرض المفروض أن تكون حدائق مفتوحة خلال ركز على هذا العدد 22 ألف منزل مهددة بالهدم تهديد مباشر قل تهديد مباشر 9 ألاف منها تم اختارهم بالهدم طبعا اليهود لا يهدمون مباشرة في كل يوم نسمع عن هدم بيت بيتين ثلاثة أربعة نعم حتى أصبح قرار الهدم ورؤيتنا لآليات الهدم يكاد يصبح عند المشاهد العامري أمر طبيعي إيش عند يهود اليوم هدم وبيت؟ مهم مبارح هدم وبيت مهم أول مبارح هدم وخمسة إيش المشكلة يعني؟ أصبح الأمر طبيعيا وهنا تكمن المصيبة هنا تكمن المشكلة كثير من هذه البيوت أخي مبنية وموجودة قبل الكيان الصهيوني يعني أصحابها بنوا هذه الأراضي بيقول لك هذا البيت مبني بدون ترخيص يا أخي بيتي قبلك بيتي قبل السلطة تبعتك أصلا حتى قبل سلطة أوسل وقبل الاحتلال هذه البيوت البيوت الموجودة في وادي الجوز البيوت الموجودة في سلوان كثير من هذه البيوت أقدم من الاحتلال ورغم ذلك تهدم بدعوة إنها غير مرخصة يعني أنا قبل فترة آل عمر في القدس هدم لهم غرفة للحصان عفوا إني ما استوعى بأنهم يبنوا غرفة واحدة إضافية يضعوا فيها حصانا فهدمت هذه الغرفة الأمر أخي إضافة إلى أنه أخي المحتل كونه يعرف نفسه مجرم وغاشم وسارق يحدد قطعة أرض كبيرة جدا ويقول هذه الأرض ستكون غابات حدائق مفتوحة للجميع يتم استملاكها للدولة طيب لا يستطيع أحد أن يعترض ليش لأن هذا قرار دولة وهذه المناطق سينتفع منها الجميع حدائق للجميع مثل ما حدث تماما مع جبل أبو غنيم في عام 2000 كل الناس سمعت بهذه المشكلة الآن جبل أبو غنيم يعج بالمستوطنات يعني هذه الحدائق مشروع مستوطنات أخي هذه حجة ليتم استملاكها ولا يتم عليها لا مظاهرات ولا احتجاجات ولا غيره هذه بدنا نستملكها من عملها حدائق أو بدنا نعمل طرق التفافية تصل بين المستوطنات أخي المستوطنة بيكون مساحتها مثلا 100 دنم كويس والطريق الموصل إلها 50 دنم الطرق الالتفافية الموصلة لهذه يعني يقول لك أنا لازم أوفر للمستوطن أمنه والطرق الالتفافية هذه طرق يمنع الفلسطيني من استخدامها يعني طرق سيارات ممنوعة على الفلسطيني استخدامها يعني أمر حتى حقوق الإنسان لا يمكن أن تقبله كيف في طريق في دولة يسمح لناس يستخدموه وناس لا يعني أنت قاعد تستملك أرضي وتسرق أرضي لتعمل طريق يمشي عليه المستوطن حتى طرقهم أخيموا شيكة عليها شيك بين المستوطنة والمستوطنة بمعنى أنه يعني فقط المستوطنة مساحتها 100 دنم هذه المئة الدنم سرقت سيسرق معها 50 أو 100 دنم أخرى لعمل طرق التفافية توصل هذه المستوطنة بالجسم الأم للمستوطنات الأكبر وهكذا فالأمر جده خطير يعني الآن انتقل موضوع الاستيطان الآن إلى من استيطان الأراضي أيضا إلى استيطان العقول الآن نحن في القدس لدينا مشكلة كبيرة جدا وهي إلزام مدارس القدس بتطبيق المنهج الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية ليش أنا بقول مجرم أخي لا تحرك ساكنا سنأتي معذرة سنأتي لموضوع القدس فكرة إغلاق المؤسسات أيضا التعليمية والصحية والإعلامية وما تحدثت عنه وما أشرت إليه فكرة التعليم في القدس ولكن قبل الانتقال للقدس المستوطنات الآن الموقف الغربي والموقف العربي من هذا القرار الأخير القرار الأمريكي كيف ترى؟ والله يا أخي يعني الموقف لن يختلف عن قرار ترامب نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس يعني أنا أريد أن أسأل المشاهد يعني لو في أي دولة تريد أن تنقل سفارتها من حي إلى حي أو من مدينة إلى مدينة هل تعمل كل هذا الشو؟ سؤال شيء طبيعي ولا شيء مش طبيعي شيء مش طبيعي غير طبيعي غير طبيعي نحن كفلسطينيين وكباحثين مهتمين بالشأن الفلسطيني أخي نعتبر وجود السفارة الإسرائيلية في تل أبيب غير طبيعي فنقلها إلى القدس لسه هذه جريمة أكبر الآن نحن يعني لا ننتظر موقفا عربيا يعني قويا أو يعني يخلي بنبيو يغير رأيو طبعا لا لأنه الحقيقة الآن الدول العربية منبطحة تماما أخي وتهرول هرولة غير مسبوقة نحو التطبيع ولذلك لن يعترضوا ولن يسمعوا السيد الأمريكي ما يزعج أذنه وأنا لدي ما أقوله أيضا أن لدينا أخي وثائق في فلسطين تكلم فيها الشيخ رائد صلاح مرة وتكلم فيها الشيخ كمال الخطيب مرة أخي مما يؤلم ومما يعني مرارة في الحلق أن كثير من الأموال التي تبنى بها هذه المستوطنات هي أموال خليجية باختصار أموال إماراتية خليجية يتم دفعها من أموال الأمة العربية من أموال الأمة الإسلامية لشراء أماكن ثم تسلم للكيان الصهيوني هدايا على طرق من ذهب الأمر والله لا يكاد يصدق أموال من أموال خليجية أخي تدخل إلى الكيان الصهيوني يبناء مستوطنات صهيونية على أرض فلسطين المحتلة يشتري بها بعض العقارات في القدس تحديدا في القدس تحديدا لتسريب هذه العقارات المقدسي ما عنده ما نعيبه لك أنت عربي مسلم ما عنده ما نعيبه لك بس ما بعرف أنه أنت سترتكب جريمة عصر جديدة وتسلم هذا العقار هدية للكيان الصهيوني يعني أمر أخي لا يقبله عقل هؤلاء صهيين أكثر من الصهيين صاروا الأمر حقيقة يعني لا يسكت عنه إطلاقا هل شعوبهم لا تدري بهذا؟ أم هذه الأموال من أين تأتي؟ يعني كيف المخرج القانوني لها؟ أين يجدوا مخرجا لملايين الدولارات أخي؟ ومليارات الأمر ليس عفوا بالألف والألفين ملايين الدولارات تنفق للاستيطان لصالح الكيان الصهيوني وللأسف أنها أموال عربية إسلامية أموال خليجية تدفع لأجل إتمام عمليات الاستيطان هذا ناهيك عن شراء المنتجات الإسرائيلية كلها بلا استثناء في أسواق الخليج الأمر مؤلم والله الأمر مزعج ومؤلم لكن ماذا نقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل الأمر ينبغي أن يذاع حقيقة في الإعلام وأنا ممكن أبحث عن هذه الوثائق ونعرضها عندكم إن كان سياسات قناتكم تسمح بذلك طبعا إن شاء الله نتشرب بذلك طيب سيد الشجراوي هذا الموقف العربي الواضح ومع الأسف المتكرر فيما يتعلق بفلسطين لكن نسأل عن الواجب الآن الواجب العربي الواجب الإسلامي تجاه هذه الكوارث التي تحدث وتجاه هذه التعديات وتجاه هذا الاحتلال ربما بمجمله وعند الأشياء الخاصة بالقدس وخاصة بالمستوطنات الجديدة وغيره ما هو الواجب الآن العربي والإسلامي من وجه النظر بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة أخي أنت وضعت يدك على جرح حقيقة وهذا الجرح له وجهين له وجه مشرق وله وجه مؤلم حقيقة أنا سأبدأ بالوجه المؤلم لأنني أحب دائما أن أختم بالوجه المشرق الوجه المؤلم أخي أن التطبيع نال من كثير من مخلصي هذه الأمة التطبيع نال من كثير من مخلصي هذه الأمة حتى كاد كثير منهم ييأس ويعتبر وجود دولة الكيان الصهيوني أمرا طبيعيا ووجود الاستيطان والمستوطنات أمرا طبيعيا وصار خبر اقتحام القدس شارون حين دخل عام 2000 أخي إلى القدس قامت انتفاضة في فلسطين دامت سنوات ومظاهرات في كل أرجاء العالم الإسلامي من طنجة حتى جاكرتا من أقصى غرب الأمة إلى أقصى شرقها الأمة جميعا انتفضت لأجل قدسها وأقصاها ومسرى رسولها صلى الله عليه وسلم اليوم يا أخي الكريم المسجد الأقصى يعني يقتحم في كل يوم أصبح أمرا ممنهجا أصبح التقسيم الزماني أمرا واقعا حتى كنا نعتاد على الخبر الذي تنقله لنا قناة الأقصى أو قناة الجزيرة أو قناتكم الكريمة حتى أصبح يكاد يصبح هذا الخبر طبيعيا أنا أطلب من المشاهدين أن يحذروا من التطبيع وأن يجعلوا خبر اقتحام المسجد الأقصى أمرا طبيعيا أن يجعلوا خبر وجود مستوطنين ومستوطنات ومستوطنات أمرا طبيعيا أو أمرا واقعا ونقول دعنا نأخذ لا يمكن أحسن مكان ما كان يمكن أن يكون أحسن مكان لا يا أخي دخل الصليبيون إلى القدس وإلى فلسطين تسعة وتسعين سنة في فترتين أو ثلاث فترات تسعة وتسعين سنة لم ينادي أحد من الأمة باعتبار وجود الصليبيين في القدس والمسجد الأقصى أمرا طبيعيا ولم ينادي أحد باقتسام المسجد الأقصى بيننا وبينهم ذهب الصليبيون وبقي المسجد الأقصى مبارك وأنا هنا لا أتكلم عن المسيحيين الشرقيين عفوا يعني لأنه في داخل القدس في داخل فلسطين المسيحيين يعانون من الاستيطان ويعانون من الاحتلال كما نعاني تماما لكن الحروب الصليبية التي جاءت إلينا من أوروبا بحملاتها التسع أخي واحتلالها واحد وتسعين سنة أنا أريد المشاهد أن يتخيل قبة الصخرة رفع عليها الصليب واحد وتسعين سنة متصلة واحد وتسعين سنة رفع الصليب فوق قبة الصخرة الآن أعلام الكيان الصهيوني ترتفع حول صور المسجد الأقصى المبارك منذ خمسين سنة نحن نقول لهم سيذهب الاحتلال ويبقى المسجد الأقصى المبارك سيذهب الصهائينا لن يبقوا نحن لدينا وعد رباني أخي لكن متى هذا إن شاء الله عسى أن يكون قريبا إن شاء الله هذه المستوطنات أخي وإن كانت حقيقة يعني تؤلم الباحث الذي يبحث ويعرف كل أبعاد الموضوع لكن الأصل أن لا نصل إلى مرحلة اعتبارها أمرا واقعا أو أمرا طبيعيا نعم هذا يعني هي الفكرة فقط فكرة وعي وثقافة يجب أن تكون عند المواطن أو الإنسان العربي الإنسان المسلم أن يكون عنده هذه الثقافة بأنه هذا الأمر لا بد أن لا يكون طبيعيا وأن لا يعتبره طبيعيا أم أن هناك أمور يمكن أن تكون عملية لنصرة فلسطيني نصرة شعر فلسطيني للحد من هذه الاعتداءات جميل جميل الله يزيك خير رضا عنك شوف الأمر له شقين حقيقة معركة الوعي والمعركة المعرفية ينبغي أن نمارسها في بيوتنا على أبنائنا على زوجاتنا لأن نريد أن نتأكد أن أبنائنا يعرفون ماذا يعني فلسطين ماذا يعني القدس ماذا يعني المزيد أقصى المبارك ماذا يعني وجود المحتل ماذا يعني وجود المستوطنات نعرف أبنائنا بهذه المعاني ونتحدث معهم بها معركة الوعي والمعركة المعرفة دائما هي التي تقود إلى التحرير هذا كلام لا غبار عليه لكن أخي الكريم ماذا يمكن أن يكون من خطوات لمواجهة مثل هذا القرار الآن المعركة الرئيسية أخي طبعا في كل الضفة الغربية الآن إذا أردنا أن أتحدث فقط عن الضفة الغربية لكن المعركة الأشد هي في القدس معركة الصهاينة الأساسية أخي في القدس القدس هي قضية القضايا ومحور الصراع الآن الحل والواجب يكون بزيادة الوجود العربي في داخل القدس هذا عبر إيش أخي عبر من واجب الأمة أن تدعم المقدسيين ليبقوا في القدس المقدسيين عليهم ضريبة الأرنونة أخي الضريبة التي تدفع على المباني هذه مزعجة جدا ومكلفة جدا دعم مالي تقصد دعم مالي نعم هذا أمر لا حياء فيه أخي الدعم المالي هو الذي يحتاجه المقدسي ليثبت في القدس اثنين نريد أن نخاطب المقدسيين ستين ألف مقدسي أخي الآن يوجد خارج القدس بعضهم أخذ جنسيات أوروبية ندعوهم للعودة إلى القدس ليسكنوا فيها وليكونوا هم جدارا جديدا ليحمي القدس والمقدسات وليكسر الحرب الديمغرافية في داخل القدس نريد من أهلنا في الضفة أن يتزوجوا من المقدسيات لأن هذا يعطيهم لم الشمل حتى يستطيع أن يسكن في داخل القدس فيزيد الوجود العربي والوجود الإسلامي في داخل فلسطين أنا أدعو رؤوس الأموال العربية إلى عمل مشاريع في داخل القدس لتشغيل الشباب المقدسي الشباب المقدسي إذا نريد وجود مرابطين في القدس هذا المرابط ألا يريد أن يعمل على أقل ثماني ساعات ليأكل ويطعم أولاده هذه المشاريع موجودة في القدس لكن نريد من يستثمر فيها ويدعم الثبات المقدسي في داخلها القرارات الإدانة والشجب جيدة لكنها لا تطعم خبزا يعني المقدسي أخي يحتاج إلى دعم مالي حقيقي ليس نحن لا نستجدي لأجل القدس هذا واجب الأمة أخي واجب الأمة أن تدعم الوجود العربي في داخل القدس حماية للقدس والمقدسات طيب دعنا نخرج لفاصل ثم نعود نكمل حلقتنا الآن حول ما يحدث في القدس بالتحديد سيد الشجراوي عملية إغلاق المؤسسات وغيرها وحتى اعتقال محافظ القدس مشاهدنا الكرام فاصل قصير ثم نواصل إغلاق المؤسسات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى ومشاهدين الكرام في هذه الحلقة برنامج استراحة عود ورحب بضيفي سيد محمود الشجراوي البحث المقتص في أشياء الفلسطين سيد الشجراوي مرحبا بك من جد حياكم الله على دعا ما الذي يحدث فيما يتعلق بإغلاق المؤسسات وما هو ضررها في هذه المرحلة في القدس طبعا هي الفكرة مجموعة من المؤسسات التعليمية والصحية التابعة للسلطة الوطنية سلطة أوسلا يعني الأمر يبدو أن له أكثر من بعد أحد أبعاده عقوبة للسلطة الفلسطينية وأحد أبعاده أيضا إلزام عقوبة على ماذا؟ هم يريدوا منهم الإنبطاح أكثر يعني أخي هم لا يرضوا عملية ضغط عن السلطة يعني هم يريدوا منهم يعني يعني أن لا سبحان الله أنا لا أتخيل أنه يطلب من السلطة الفلسطينية أكثر مما تفعل يعني السلطة الفلسطينية إذا أرادت أن تعترض الآن على هذا القرار ينبغي أن يكون موقفها وقفها أكثر من الشجب والباليستينكار تستطيع السلطة الفلسطينية أن تهدد بإيقاف المفاوضات مثلا تستطيع السلطة الفلسطينية أن توقف جريمة العصر اللي هي تنسيق الأمني مع المحتل يعني أنا لا أريد لا أستطيع أن أتخيل أن الأجهزة طب وهذه حقيقة بالمناسبة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تسلم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كل المعلومات التي لديها بل أنتم تريدوا أن تعتقلوا المقاومين ممنوع تدخلوا الأراضي الفلسطينية إحنا من اعتقلكوا يهم هذا يعني أمر مضحك لكنه في نفس الوقت مؤلم ومبكي كثير من الشباب اللي يعملون في الأجهزة الأمنية كانوا في يوم من الأيام المفروض يكونوا مجاهدين المفروض أن يكونوا ثوارا المفروض أن يكونوا مقاومين للمحتل لأنهم يخدمون المحتل تحت مظلة أوسلو تحت ما يسمى بالتنسيق الأمني إذن إغلاق هذه المؤسسات أخي له أكثر من بعد البعد على الأرض يؤثر على السكان السكان إغلاق مدرية التعليم مثلا هذا يجعل المدارس كلها أرضة لأنها الآن تحتاج المحتل المحتل يعد كل من يدرس المنهج الإسرائيلي بالرواتب والمساعدات فإيقاف مثل هذه المؤسسات يعني دفع كل المدارس الأهلية وغير الأهلية والمدارس التي تديرها بلدية القدس نحو تطبيق المنهج الإسرائيلي منهج إسرائيلي يعني تقديم الرواية الإسرائيلية لأبنائنا لأبناء الفلسطينيين بمعنى أن تحتلت الأرض الآن تريد أن تحتل أيضا العقول المسألة خطيرة جدا يعني المسألة ليست فقط إغلاق مؤسسات بل الأمر أخطر من هذا بكثير إغلاق المؤسسات الطبية يعني أن المقدسي أو بالذات المقدسي سيلجأ للمستشفيات الخاصة هذا يعني تكلفة مالية باهظة وإذا وجد مستشفى إسرائيلي يقدم له هذه المساعدة مع حقنة تطبيعية سيذهب لا أقصد بالحقنة الحقنة نعم نعم تعبير مجلسي نعم وأيضا هناك مؤسسات إعلامية أغلقت ما هو الهدف من إغلاق كل ذلك هل فقط الضغط على السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية أحد أهم الأسباب إفراغ الساحة المقدسية من أي منافس ومن أي وإتاحة الفرصة للضغط على هذه المؤسسات للتوجه نحو المحتل أيضا كذلك تقديم رواية المحتل الآن إذا وصل الأمر بسلطة الفلسطينية أن تتمنى رواية المحتل وأن تدرس منهج المحتل أصبحت هي تمثل المحتل أمام يعني تقوم بدور المحتل ببلاش المحتل الآن لماذا لا يجرع دخول المناطق الفلسطينية لأنه ممكن يتعرض للطعن يتعرض للدهس يتعرض للشتم على أقل أو الرمي بالحجارة فإذا كان السلطة الفلسطينية ستقوم بهذا الدور عنه ويرحب بهذا قطعا ماذا عن اعتقل محافظ القدس سيد شجل هذا الأمر رمزي أكثر منه شيء آخر أنا أظن أنه سيتم الإفراج عنه بعد أيام الهدف رمزي نحن أصحاب السلطة نحن الذين نحدد من يمشي على الشارع نحن الذين نعطي هذا الرجل أصلا السلطة ونتح له فرصة العمل إذا كان أخي اتفاقية أوسلو تمنع قيام أي اجتماع فلسطيني على أرض القدس وفي داخل القدس كيف يوجد وزير القدس أو يوجد مسؤول بهذا الحجم في داخل القدس يعني الصهينا أخي من طبعهم أنهم يورطون العميل ثم يفضحونه يعني لذلك إحنا ما نستغرب بعد فترة أن تخرج كل ملفات عباس للعلن وكثير من قيادات السلطة الفلسطينية الآن لديهم ملفات عند الكيان الصهيوني كلها ستخرج يقينا بعد أن تنتهي صلاحيته بعد ما ينتهوا منه يغسلوا ديهم أنه ما عاد هو مفيد لهم سيخرجوا كل فضائحه وكل بلوي هذا طبع إحنا أعتدنا على الكيان الصهيوني أن يعملون هذا معهم ولذلك حتى الذين يطبعون والذين يقبلون بمثل هذه القرارات سيتم نشر غسيلهم لاحقا من الكيان الصهيوني ليس مننا إحنا هل صفقة القرن ربما مرتبطة انتهت أم أنها تنفذ ولكن ليس بهذا المسمى العريض لمسمى صفقة القرن تنفذ بشكل قرارات بشكل ممارسات يعني هنا وهناك شوف أخي إنهاء القضية الفلسطينية أمر مستحيل ممكن هما يعني ينجحوا في بعض الإنجازات البسيطة أو بعض القرارات البسيطة لكن أخي طالما بقي القدس بقيت البيت المقدس المسجد الأقصى المبارك هذا هو الدينمو الذي يبقي قضية فلسطين حية ليس في قلوب فلسطينيين فقط بل في قلوب الاندونسيين في قلوب الموريتانيين والجزائريين والمغاربة والسودانيين والجنوب افريقيين المسلمين وفي كل بي مصر مصر يا أخي مصر يا أخي مصر ألا أذكر أن قبة صخرة مصرية الجنسية بالمناسبة إن كنت لا تعرف هذا فعرف هذا جنسية قبة صخرة درة المسجد الأقصى المبارك مصرية مصرية بالكامل بنيت بمال مصري خالص و بمهندسين مصريين بل و بعمالة مصرية أيضا سبع سنوات لم يدخل بيت مال المسلمين من خراج مصر قرش واحد كان كلها ترسل لبناء قبة الصخرة من مصر و 40% من جيش صلاح الدين كانوا مصريين الأمر ليس أمرا أشواق الأمة أخي للقضية الفلسطينية ستستمر ما بقية القدس و من ينهي القدس و من ينهي وجود المسجد الأقصى المبارك الذي سماه الله المسجد الأقصى هم يسمونه هيكلا يسمونه معبدا الله سماه المسجد الأقصى و هو كلمتين من كتاب الله فمن يغير كلام الله عز وجل و لذلك أنا مطمئن أخي صفقة القرن فاشلة قبل أن تبدأ قد ينجح في بعض الزوايا هنا قد ينجح في تطبيق بعض الأمور الاستيطانية هنا التطبيعية هنا يمكن الضغط على السلطة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قابلة للضغط مستعدين لتنفيذ أي مطالب سهيونية ليس لديهم مانع في أي شيء حقيقة لكن أخي حين يصل الأمر إلى القدس و المسجد الأقصى المبارك أنا مطمئن إلى أن الأمة ستنطفض من جديد لأنه أصبح الأمر يمس عصب إيمان عقيدة الأمة هل ترى هناك مؤشرات سيد الشراب على أن الأمة تنطفض في هذه المرحلة التي تعاني فيها في كل أسقاع الأرض تعاني الأمة حقيقة من حكامها من القبض الأمنية من الاعتقالات من القتل هنا وهناك شوف أخي في بداية الحلقة حين ذكرت أنا نحمود عباس بالإجرام أنت استنكرت ذلك أو استغربت ذلك أنا أقول لك أن كثير من الأمة الآن بمجرد أن يرى أمرا في داخل فلسطين والسلطة الفلسطينية لا تعارض ذلك أو يذهب ليعزي في قتل الصهاينة أو يذهب ويجلس مع نتنياهو أو يقف ويتصور ضاحكا جنب ستيفي ليفني يقول لك إذا كان الفلسطينيين هكذا وأنا حكوم فلسطيني أكثر من الفلسطينيين الضرر الذي أحدثه المطبعون الفلسطينيون أخي للقضية الفلسطينية لم يحدثه الصهاينة أصلا من هنا نحن نقول أن السلطة الفلسطينية أوسلو هي أكبر نكبة منيت بها القضية الفلسطينية أسأل الله أن يسقطها تماما وأن لا يبقي منها شيئا أوسلو أخي هي نكبة فلسطينية ثانية ووعود بالفور يعني بالفور عام 1917 لحقه ووعود بالفور كثيرة جدا اتفاقية أوسلو أحد الوعود التي منيت بها القضية الفلسطينية وهي أسوأ على القضية الفلسطينية من وعد بالفور نفسك الله تعالى ترونك فلسطينيين أن الشعوب لازلت نابضة بحب فلسطين وبالتقرب بنصرة القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى هل ترون ذلك أم أن الأمر تقلص أو تراجع كيف ترونها؟ لا يخلو الأمر أخي من وجود نسبة في الشعوب العربية تركت القضية الفلسطينية ونسيتها وأنا أقول أن هذه النسبة موجودة في الشعب الفلسطيني أيضا لكن النسبة الغالبية أخي في الشعوب العربية ما زالت مخلصة لقضية الأمة الأولى قضية فلسطين وما زالت الأمة بخير إن شاء الله وأنا أرى أن يوم التحرير قريب والله يا أخي هذه الدولة هشة هذه الدولة باقية بحبل الناس ينتظرون دعم من مايك بامبيو مرة ومن ترامب مرة أخرى ومن تاع فرنسا مرة ثانية ومن بريطانيا مرة ثالثة هم لا يبقون أخي إلا بحبل الناس انقطع عنهم حبل الله الصهاينة نحن معنا حبل الله والأمة بخير والله يا أخي أنا سفرت كثيرا بالمناسبة يعني أنا زرت كثير من البلاد العربية والإسلامية والله أشواق الأمة إلى المزد الأقصى المبارك أمر عظيم وملايين المسلمين ينتظرون ساعة الصفر والفرج لكن من يعلق الجرس من يفتح لهم الباب ما الذي يمنعه القيادات الخائنة أو القيادات العميلة التي نصبها المحتل والأجنبي على بلادنا هي التي تمنع والآن أقول لك مصر هي الخزان البشري مصر هي الخزان البشري اعطونا فقط خمس مليون مصري يمشوا عجريهم بس والله العظيم لا تفتح هذه الحدود ولا يبقى إسرائيلي موجود إذا كنت تعتقد أن يوجد إسرائيلي يحمل جواز إسرائيلي واحد فقط فأنت مخطئ الإسرائيليين أخي جميعا لديهم جوازات سفر مزدوجة وهو جاهز ولما وصلت صواريخ المقاومة إلى تل أبيب وما بعد تل أبيب كثير منهم أخي فكر بالهجرة والآن موازنة الردع يعني هي بدون اتفاق موازنة الردع بين المقاومة وبين المحتل الصاروخ بالصاروخ العمارة بعمارة الشقة بشقة تمام هذا ميزان الردع الموجود هذا أمر عظيم يعني موجود لكن أهلنا المقاومين في غزة أسأل الله أن ينصرهم أن يعينهم وأنا أدعو أدعو أهل المال المسلم في الخليج وفي غير الخليج أن عليكم واجب وأنكم ستسألون يوم القيامة أين أنفقتم أموالكم قبل أيام خليجي اشترى صقر بثلاثة مليون دولار سيصيد له بطة حقه خمسة دولار الأمر بالله سخيف شكرا جزيلا لك سيد محمود الشجرة والباحث المختصفين إن شاء أن فلسطين كنت معنا طيلة هذه الحلقة ببرنامج الصرحة شكرا جزيلا على وجودك معنا الشكر ومصول لكم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة وحتى نلتقي في أمان الله